شكرا والان الى بعض المظاهر المصرية الساحرة نرى في هذا المشهد المراحل المختلفة لتجميل حاقة الحجرية واول مرحلة في هذه العملية هي تسوية السطح ثم ينعم ويسكن في قطعة من الحجر السلبة ثم ترسم خطوط حمراء على هذا السطح الجاهز لإضمان دلقة عملية تكبير الرسمات الأصلرية ثم يقوم الفنان بعد تهلك بالاسم الاطار العام على الجدار مستعينا بالمخطط العام الذي أعده الفنان الأصلي على لوح صغير او حجر او قطعة من ورق البرد نحط التماثيل كانت عملية نحط التماثيل تجرى عادة في المحجر حيث يقطع منه قطلة او قطعة الحجر اللازمة واول هذه الخطوات هي فصل الكتلة الحجرية عن سطح الصخرة ويتم هذا بضبط خوازير او اوتاد خشبية في فقوم يتم تقضوها في الصخرة ثم تملل هذه الاوتاد بالماء وعندما تتمدد الاوتاد بالماء فإن قطعة الصخرة تنفصل برازات الالباستر كانت البرازات التصنع من انواع مختلفة من الاحجار والاسيان الالباستر وهو حجر النقاف يمكن تشكيله الى اشكال جميلة وكانت برازات الالباستر تستعمل في المصابيح او لتخزين العطور وزيود الغالية ورشة النقاف ورشة النقاف كانت الادوات التي يستعملها النقاف تصنع من النحاس والخشب والبرنز وتشاهد الى اليسار رجلا ينشر كتلة مثل الخشب الى الواح وكانت المترقة والاسميل والقدوم وقص الحفرة الى حفر البقوم من الادوات التي كان يستعملها النقاف تحسانة السلاح كانت المرعنة يهتمون بان يكون الجيس مزودا بالسلاح في كل وقت وكانت الاسلحة تشمل الاطراس والسهان والسيوم وبلطات القتال والحراب الى جانب الدروب والرماح صدرعة الاطور كانت الاطور محببة الى النساء في مصر القديمة وكانت تتكون من الاسيوم وكان عاصير الزهور الطيبة الرائحة يستخرج منها بوضعها في كيس من الخيش السميل وطرف الكيس في الجهائم المتضطين باستعمال القطبان الخشبية خفل الكتان ونسكت اجتب الكتان اكثر الاطمشات استعمالا في الازمنة القديمة ودرك هذا المشهد المراحلة المختلفة في صناعة القماش الكتان فيتم توشيط حزم من سيقات الكتان خلال اسنان مشت الخشبين بالتخلص من الاطراف والاوراق ثم توقع السيقان في الثام لتدعى ايام كي تلين ويتم توقع الورق بمدرقة الخشبية وبعد تدرك طمشة السيقان خلال اسنان مشت اخر اصغر من سبتان في كاعة الورق كانت صناعة الورق من الصناعات الاخرة الهمة لكن انها كانت حكرا على طولة وانا اطمر الكزء السفري من ساق نباك الوردي هو اصر الكزء لصنع الورق واول قوة هي تقشير اللحاء الاخبار الخارجي ثم يوقع اللب الابيض في الماء بعد ذلك يشفح هذا اللب بلا شرائح طولية رقيقة ثم توقع في الماء العديد وبعد تكرار عملية ضقع ترس الشرائح الليينة على قطعة من الضماش في طبطتين احدهما رأسية واخرى وفضية وبعد ان يتكون سطح الورق من هذه الطريقة يطق بمثلات خشبية لهدف رسط الطبقة تريد وبعد ذلك تغطى الورقه بالقطعة الكفرى من الخباش وتوضع بين حجرين فاقي لينة لفضعة ايام ويتم جفافها في هذه الفترة في الشمس وتصبح بعد ذلك صالحة للاستعمال سراعة النبي سراعة النبي الكيد من المشروفات المفضلة عند خدمات المصريين ويريد هذا المشهد كيفية سراعة النبي فهي توضع على قيد الانب النبي في حوض المصنوع من الحجر السلفة مثل الكراميل الذي يقوم التسرب ويسهل تطريبه ويتم الضغط على هذه العلاقين بالامدام ويصب العصير الناتج في اواني فخارية كبيرة لكي يتخمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا